إلى ذلك شنت الميليشيا في تعز قصفاً طال عدداً من الأحياء السكنية في المدينة وقرى في المديريات الريفية ما تسبب بإصابة نحو سبعة مدنيين بينهم أطفال الألغام لا تعرف الهدنة فها هي تستمر بحصد الأرواح في مدينة تعز هذه المرة حافلة نقل ممتلئة بالركاب استوقفها لغم في منطقة الربيع بمديرية الضباب مخلفاً وراءه عدداً من القتلى والجرحى تم نقل الجرحى إلى المستشفى الريفي بمديرية النشمة ونظراً لخطورة الإصابات تم نقلهم بعد ذلك إلى مستشفى خليفة بمديرية التربة تمثلت هذه الإصابات في عدة أماكن منها في القدم ومنها في منطقة الصدر ومنها في العين من بين الجرحى امرأة أربعينية لم تصمد أمام جراحها البالغة لتنضم إلى قائمة الشهداء أسرة من أب وأم وطفلين كانت متجهة إلى مدينة أب لعلاج طفلها المعاق أرادت الأم رؤية ولدها المعاق يمشي على قدميه لكن اللغم شاء أن يزيد الإعاقة إعاقة ليست هذه المرة الأولى التي يسقط فيها ضحايا مدنيون بسبب انفجار لغم ويبدو أنها ليست الأخيرة فالميليشيا زرعت آلاف الألغام في المناطق التي مرت منها بهدف إيقاف تمدد المقاومة ونظرا لضعف الإمكانيات المتاحة لانتزاع الألغام وغياب الخرائط المحددة لأماكنها تظل الطرقات غير آمنة لسالكيها وتظل الألغام خطرا يحدق بخطوات المواطنين وأرواحهم اشتركوا في القناة